من الإشكالات التي يعنيها الشمام ما هي القضية هذه الخلاصة؟ يقول لي يعني أنتوا معادات من الناس التي تعرفوهم والتي يتصلوا بكم والتي تدووا معهم ويدووا معكم يقول لك هذه واحد عام ما خدمت وده بس الله في واحد السيد قالنا ما يمكن أن نخدم معاه ولكن الخدمة ما تخليه الناس ونخرجه ونصله بجمعه ما هو اللي يخليه الانسان بعد التردد باش يطرح السؤال واحد أخر تربع للتوحيد الحقيقي هذا مسألة لا يناقشها ما كيناقشهاش لا من قريب ولا من بعيد ما تقول تقول لك شوف تقول لك شوف تدرب سمعنا نر إذا نوضي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودهروا البيع تسعلينا أمر ونهي فاسعوا أمر ذهروا البيع نهي وما كينات تشي حاجة التي تصرفوا هذا النهي إلى الكراها كراها التنزي إذن يبقى على أصليه والتحريب إذن البيع كونترا هذا عقد حتى أن ياك سيدنا المالكي يقول لك حتى من عقد الزواج في وقت الجمعة عود من لون تتجك الجواج تتل تقول لهم ودن الوقف الله أكبر أشو زي ما بغيت تهرب منك بالغداء تتاك العدو المبال لك مشيتي عنده أهد كتكون دنيا خاوية وش حلموا الله وش حلموا عندك يقولها تقول لك المسكين في حقيقة هذه قهية الجمعة يلي كتكون دنيا خاوية يمشي لواحد يخطف يجيب تقضية شريف غير تجيب السحط غير تدخلوا الدار هنا تقضية اختلف أهل العلم فيما لا تجيب الجمعة في حقهم كالنساء مثلا وش البيعوا شترا ديالهم في ذاك الوقت وش هو داخل في دائرة المباح أم على الأقل تعتريه الكرهة يعني لتعظيم شأن الجمعة شنو اللي خلا تسيد تردد وطرح السؤال وش نخدم وش ما نخدمش هو عدم اليقين على رزقه أما كو كان عارفا أن الذي أمر بالجمعة هو الذي يعطي الرزق هذا ما يطعش السؤال يقول لك أنا غني مشي عنده الجمعة ومنغي مشي عنده الجمعة هو اللي غادي يفتح ليه الببدي الرزق أما كو كان عارفين ذاك صاحبونا اللي غادي يصدع ليه الجمعة هو اللي كيرزق كو رح أولنا القبلة جيت الوزين عنده هنگا لأجام القوة نصدين جيت لكعبة